اهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من كورس التصميم باستخدام برنامج بوربوينت في هذه المحاضرة رح نعمل انفوغرافيك لمواقع عالمية مفيدة للمصممين طبعا في البداية رح لقائمة تصميم ومن ثم اعداد الصفحة وطبعا رح نختار 16 في 19 ثم موافق طبعا رح نضلل هذا الجزء ومن ثم backspace او delete الان من ادراج صورة رح نضيف الصورة الرئيسية الخلفية طبعا رح نختار هذه الصورة رح تكون صورة رئيسية خلفية طبعا رح نكبرها ومن اختصاص رح نختصها بهذا الشكل من الاسفل ايضا ممتاز الان من ادراج شكل رح نضيف شكل بهذه المنطقة وطبعا من تنسيق تعبئة رح يكون ابيض وبلا مخطط تفصيلي كليك ايمن تنسيق الشكل وطبعا رح نقلل الشفافية في هذا المقدار بهذا الشكل ممكن طبعا يكون مستعش الان من ادراج اشكال طبعا رح نضيف هذا القوس بهذا الشكل طبعا رح نرسم قوس وطبعا رح يمتد لزاوية 180 درجة بهذا الشكل وطبعا نكليك ايمن ورح نختار تنسيق الشكل هذه هي الطريقة ومن ثم رح نختار نمط الخط طبعا رح نختار القيمة 10 او ممكن هواي 10 5 او 7 مناسب ايضا رح نضيف النهاية رح تكون سهم بهذا الشكل ممتاز الان من تنسيق المخطط التفصيلي رح يكون باللون السمائي هذا اللون طبعا رح نعمل انعكاس عمودي ومن ثم انعكاس افقي بهذا الشكل الان هذا الشكل رح نستنسخه وطبعا رح ندوره الان هذا الشكل رح نصغره قليلا طبعا رح نخلي بهذه المنطقة وطبعا رح نستنسخه بهذا الشكل ومن انعكاس بهذا الشكل طبعا لا بس انه يعني نكبر شكلين بهذه الطريقة لا بس الحجم مناسب جيد الآن راح نستنسخ الشكلين طبعا راح ندنيهم بهذه المنطقة وطبعا راح نستنسخن بهذه الطريقة وطبعا هذا السهم اللي بالمنتصف هذا السهم طبعا راح نستنسخه بهذه الطريقة جاي الآن هذا السهم راح يكون باللون المخطط التفصيلي أسود هذا السهم راح يكون بالمخطط التفصيلي رصاصي يعني ممكن بهذا اللون وطبعا هذا الخط راح يكون باللون البرتقالي يعني ممكن نختار هذا اللون الخردلي وطبعا من ألوان إضافية قياسي ممكن نختار هذا اللون وأيضا مخصص ممكن شوية نزيد باللون ممتاز وهذا اللون ممكن يكون باللون الخردلي الآن من إدراج أشكال رح نضيف دائرة بهذا الطريقة وطبعا رح نخليها بهذه المنطقة ورح تكون بنفس لون السهم رح ممكن تصغر شوية وطبعا من تعبئة الشكل رح نختار اللون السمائي بلا مخطط تفصيلي وطبعا هنا رح تكون باللون الأسود وهنا باللون الرصاصي وطبعا هنا رح تكون باللون البرتقالي وهنا باللون الخردلي جيد هنا رح يكون طبعا نغير إنجليزي صفر واحد نصغر الحجم يعني ممكن 16 طبعا هنا نلاحظ إنه مربع النص كبير والحجم صغير هس رح نتعاملوا به هذه العملية ممكن نخليه 16 وطبعا نضغط كلك أيمن وتنسيق الشكل نجي إلى مربع نص هذا مربع نص الهوامش رح نصفرهن كل الهوامش رح تصفر ومن ثم إغلاق نكبر طبعا بهذه الطريقة ممكن 22 مناسب وطبعا يكون bold أيضا هنا رح يكون 0 2 0 3 0 4 0 5 رح نحدد هذه الدائرة مع هذه الدائرة بي أشفت وطبعا نكلك أيمن تنسيق الكائن وطبعا نجي إلى مربع نص وراح نصفر كل الهوامش ومن ثم إغلاق bold وراح يكون القياس 22 ممتاز جدا الآن الآن رح نضيف المواقع طبعا من إدراج مربع نص قبل كل شيء غلي ناخذ نسخ هذا الموقع طبعا من إدراج مربع نص وراح نضيفه بهذه المنطقة نصغر عجمه ممكن يكون 11 طبعا ممكن .com تنزل لي جوه وطبعا ممكن يكون 12 bold أو ممكن نختار فونت جميل مثل الجزيرة bold وطبعا نحرص أنه فقط .com تنزل لي جوه جيد ممكن بهذه الطائرة وطبعا اللون ممكن يكون سمائي بنفس اللون ممكن يكون أطوخ شوية ممكن هذا اللون لا بأس وطبعا راح نضيف النص اللي هو شرح هذا الموقع شن الفائدة من عنده طبعا راح يكون bold وراح نخلي بهذه المنطقة طبعا ممكن أنه لا بأس أنه يصعد هذا الشكل وطبعا الشرح يكون بهذه المنطقة وطبعا نختار مثلا الجزيرة bold أو ممكن regular طبعا لا بأس أنه نوسع العملية بهذا الشكل الآن راح نحدد العنصرين راح نخليهم بهذه المنطقة طبعا العنصر الثاني راح يصعد بهذا الشكل أو ممكن أنه الموقع يكون أسفل الرقم يعني هذا الموقع ممكن يكون هنا والشرح يكون بهذه المنطقة ممكن بهذه الطريقة يكون الشرح جميل بنفس الطريقة طبعا هاي ممكن نحبفها بنفس الطريقة النص راح يكون هنا والموقع يكون هنا بالأعلى طبعا ناخذ النسخ للموقع هنا نضيف فقط حرف A واللون أسود أما للنص ناخذ نسخ وطبعا راح نضيف بهذه الطريقة طبعا ممكن شوية نوسع ب مساحة النص جيد الآن نستنسخ النص والموقع بهذه الطريقة طبعا راح يكون النص بالأعلى والموقع بالأسفل أيضا الموقع رقم ثلاثة وطبعا النص للموقع رقم ثلاثة بهذا الشكل وطبعا راح نخلي الموقع يكون بهذا اللون ممكن أطواق شوية ممكن هي طبعا استنسخ بالكونترول الموقع رقم أربعة طبعا ممكن أنه شوية نقلل يعني جميل طبعا اللون راح يكون بهذا اللون وطبعا الموقع الأخير راح يكون بهذه المنطقة والناس راح يكون بهذه المنطقة أيضا ناخذ نسخ جيد الآن راح نضيف العنوان طبعا بإمكاننا أن ننزل هذه النصوص بهذه المنطقة وطبعا راح نضيف العنوان عنوان الانفوغرافيك وطبعا راح نختار مربع نص مثلا هذا مربع النص راح نخليه هنا نكتب خمس مواقع أعلمية طبعا نكبر ممكن أن يكون رقلر مكبر طبعا بهذه هي الطريقة نكون إلى الأعلى قليلة ونكتب هنا مفيدة للمصممين طبعا راح تكون باللون الأحمر ويكون بولد ونصغر الحجم بهذا الشكل طبعا راح نرفع النص بهذه الطريقة الآن راح ننزل النصوص حتى هذا الجزء ينزل شوية الحمد لله أكملنا هذا الانفوغرافيك بطريقة جميلة ومناسبة نلتقيكم في محاضرة قادمة بإذنه تعالى